اذا اراد ان يفرج له كربه فليلجأ الى الله يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد ان يحطم سفينتهم او يلتقمها فقالوا لابد ان نضع طعما ونضحي بواحد فاقترعوا فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام ثم قال ربانها ان هذا رجل ظاهره الصلاح لنعيد القرعة مرة اخرى لعل يخرج غيره فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار كما قال الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين ثم وقع الاختيار او وقع السهم عليه فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث اسألك بالسطحية عذرا لو قفل عليك باب الغرفة في مكان مهجور ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء ثم ذهب الذي اقفل ذلك الباب وله المثل الاعلى كيف سيكون حالك يونس ما تغير ارتباطه بالله لان تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علاه مطلقا موحد في ظلمات ثلاث ظلمة ليل ظلمة البحر وظلمة الحوت ومع ذلك كان التوحيد حاضرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فجاءت الاجابة بعدها فنجيناه لا يمكن ان تدعو بهذا الدعاء وهذا دعاء كرب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين جمع بين التوحيد والاستغفار كما قال الله لمحمد قبل ان تبدأ رسالتك قبل ان تزاول دعوتك قبل ان تقوم بمهمتك فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اجمع بين التوحيد والاستغفار تجد الفرج ينفتح عليك الله جل وعلا قريب من يونس ولا لا حينما يقول الله جل وعلا انه قريب مجيب القرب الان بس اريد منكم اسكت لا تتكلم انا ساسكت كل منا يناجي ربه بينه وبين نفسه انا لا اعلم كل منكم بماذا يناجي المناجات ان تستشعر ان الله منك قريب كل ان يسمعون الله الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون فالذي في في نفسك قريب يسمع ويجيب ولذلك يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين في بعض ذويات ان هذا الصوت حينما ارتفع لان الله يقول اليه يصعد ايش الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ارتفع صوت يونس موحدا مستغفرا مناديا قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف اين هو حتى ننقذه قال هذا عبدي وسوف انقذه فاستمر قيل اربعين ليلة وقيل اربعين شهرا وقيل اكثر من ذلك وهو يردد كلمة التوحيد فقال الله جل وعلا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ونصيحتي لكل مكروب ونادي اذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذنون ابن متى واكثر ذكره في الارض دابا لتذكر في السماء اذا ذكرت